من بيروت معي دكتور سامي نادر الأستاذ في العلاقات الدولية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور سامي إذن مجلس الأمن يعقد الجلسة الطارئة اليوم بعد كل التداعيات لإطلاق كوريا الشمالية التجربة السادسة كيف تتابع هذا الموضوع؟ ما الذي ينتظرنا في الفترة القادمة؟ أعتقد أن كل الأنظار اليوم ترتكز على بكين وكيف سوف تتعامل الصين مع هذه المسألة؟ لأن الصين وحدها الطرف القادر على الضغط على كوريا الشمالية هناك كلام كثير ومواقف متقدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومتشددة وتهديد بعقوبات اقتصادية على كل من يتعامل اقتصاديا مع كوريا الشمالية والكلام موجه تغمز من قناة الصين تحديدا 90% من حجم التجارة لكوريا الشمالية مع سائر العالم هو 90% تجارتها مع شريك واحد وهو الصين إذن لدى الصين اليوم إمكانية ورافعة تأثير قوية على كوريا الشمالية في الماضي أخذت مسافة مستقلة ما بين الطرفين اليوم هي الصين عدلت موقفها في الفترة الأربع وشرين ساعة التي خلتها طالبت أيضا من ضمن المطالبين بالعقوبات نعم لأن ما قامت به اليوم بيونج يان هذه التجربة النووية الهيدروجينية تغير المعادلات يعني تؤكد على أن الكوريا الشمالية دخلت نادي العسكري النووي المهم في هذا الأمر من وجهة نظر الصين أن هذا يعطي الذريعة للولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من الانخراط عسكريا مزيد من التوغل وتعميق وجودها الاستراتيجي والعسكري أكان في كوريا الجنوبية أو في اليابان سوف تعمق شراكاتها الاستراتيجية الأمنية مع كل من هذين بالضبط انطلاقا من هذا تدخل إلى أي درجة موضوع ذري دكتور سامي تدخل الحديقة الخلفية موضوع إلى أي درجة اليوم موضوع التدخل العسكري يدور في أروقة السياسة الأمريكية حتى لو لم يكن هناك إعلان مباشر عن هذا الموضوع لأن العقوبات الاقتصادية بنهاية المطاف وفق كثيرين لا أعرف رأيك لن تجدي ما يبتغيه كان الولايات المتحدة أو غيرها لأنه برنامج صواريخ البلسية لكوريا الشمالية من أكثر الأنظمة تطورا وهي أصلا وصلت إلى ما تريده وإلى مرحلة لن تعيقها بشكل كبير العقوبات هذا كلام دقيق جدا أولا الورقة الاقتصادية أو الضغط الاقتصادي هو ورقة بيد بكين وليس في يد أحد آخر وشرحنا لماذا ثانيا كما أشرت مسألة النووي أصبحت جزءا من الدستور في السنوات التي خلت وهي مكون للهوية والوطنية القومية لكوريا الشمالية وهناك إجماع داخلي حول هذه المسألة إذن ولن تتخلى عنها كوريا بيونج يونج من أجل عقوبات اقتصادية أعتقد هنا بكين سوف تغير من مقاربتها للموضوع وأيضا من المنتظر إلى مزيد من التوغل استراتيجي تعميق الوجود الاستراتيجي الأمريكي في كوريا الجنوبية تحديدا هنا لابد من الإشارة والتسكير أن الرئيس كوريا الجنوبية منجاي إن كان من الداعين إلى المهادنة إلى الحوار مع كوريا الشمالية اليوم انقلب موقف كوريا الجنوبية في اليومين الأخيرين بعد هذه التجربة الهيدروجينية الأمس تحديدا كانت هناك منورات عسكرية باتجاه موقع بونجيل الذي تمت فيه التجربة الهيدروجينية إذن هناك تحول في موقف كوريا الجنوبية بضغط طبعا من الإدارة الأمريكية رأينا تغريدات الرئيس الأمريكي في هذا الاتجاه إذن أنا أرى مزيد من التسلح العسكرية ما الذي تريده كوريا الشمالية دكتور سامي؟ تريد تثبيت حسم تثبيت موقعها وحسم مسألة إقناع الجميع أنها اليوم قوة نووية عسكرية تريد في المحصلة الجلوس وجها لوجه مع واشطن هذا ما تريده وإذا فك العزلة تأكيد الموقع وسوف يكون ذلك على حساب شركين أساسيين لوليات المتحدة الأمريكية الذين يخافون مثلها كذلك على رأسهم توكيو وسول بالدرجة الثانية أنا أشكرك جزيلا دكتور سامي نادر دائما على هذه المشاركات من بيروت أستاذ في العلاقات الدولية شكرا دكتور سامي شكرا